لماذا نحن متخلفون؟ لماذا نحن لا نستطيع الخروج من أفق الماضي والتوجه نحو المستقبل بناء على أسس معرفية جديدة؟ لماذا نحن عاجزون عن اختراق الأفق الذي ولدنا فيه والذي تربينا عليه وتعلمنا عليه وأصبح الأرضية الثقافية والمنهجية التي تخرج من أدها جميع أفكارنا وأحلامنا وأيضا آدابنا وأدياننا وأفكارنا وأنظمة حكمنا وألاقاتنا وتقاليدنا هذا السؤال منذ قرن ونصف تقريبا شغل الجميع وتقدمت الكثير من الإجابات حول هذه القضية منها أن البعض قال أن هناك إشكالات في العقل العربي أن المشكلة في التراث وأن علينا التخلي عن هذا التراث البعض قال بأن هناك مشكلة لها علاقة بالاستعمار لها علاقة كذا وكذا النظرية الأخيرة والأول التي استمرت لحد هذا اليوم وهي النظرية أننا لم نعد إلى الدين الصحيح وأننا انتخلين عن الدين الصحيح وهذا هو السبب كل ما نحن فيه بالنتيجة بالمحصلة لم يفلح أي من هؤلاء لم تفلح أي نظرية من هذه النظريات الذي أفلحه الوحيد الذي أفلحه هو الماضي فيما بيننا واستمرت أحوالنا في التدهور يوماً بعد آخر بل على العكس حتى المناطق أو النجاحات التي تحققت خلال الفترات السابقة اتضحها أنها كانت مجرد فترة وانتهت خلال السنوات الأخيرة بشكل مأساوي تقريباً عادتنا للنقاط الأولى كأننا لم نفعل أي شيء وعليه ما أقترحه هو أننا لا نحتاج إلى إعادة النظر فيما حصل والتحليل أسباب التي أسباب ما حصل أو التحجز بيننا بحاجة للعودة للأصول كما يدعو الإسلاميين خاصة من الشيعة أو السنة أو الملاهب المختلفة أعتم نفس الفكرة هي وهي فكرة سهلة بالمناسبة يعني ليست في فكرة عبقرية أي واحد يقول لك نرجع لنقاط الصفر أو الأصول الأساسية مالتنا وليست بالاكتشاف الخطير مسألة طبيعية أي واحد يدخل في مشروع يقول لك لا دخلت في تفاصيل معقدة خلونا قاعدين في نرجع لنقاط الصفر أحسن لنا القضية برأيي مشاريع كلها فشلت من عندها أيضا مشاريع في كلمة جابري محمد أرغون يعني بعض قالينها لم تنجح لم تجرب لكن عموما التجارب القومية السياسية عموما كلها فشلت برأيي الحل الذي تبقى لدينا هو حل مختلف تماما عن كل ما سبق الحل هو أننا نحاول معرفة أسباب استعصائنا على التغيير هنا تكمل العلة العلة ليست في أننا نريد التغيير البعض يخرج ويقول لنا نحتاج إلى تغيير جذري وحاسم وأنا من الناس الذين كنت تدعو لهذا الشيء أننا بحاجة إلى تأسيس أسس معرفية جديدة إعادة النظر بالتراث تحليل تحليل كل شيء وتفكيك كل شيء والبدأ من جديد وفرز الطالح عن الصالح ويبقى على الصالح لكي نؤسس عليه مستقبلنا من الاستعانة مع الخبرات العالمية والثقافات والأفكار وتقبل فكرة تطبيق المناهج الألمية في البحث والتحليل والنظر هذا كله لن ينفع إلا في حالة واحدة فقط أن يكون درجة تالية أو لاحقة وليس في المنطلق فيما نحن فيه ما أقوله وما أدعو إليه هو أننا يجب أن نفهم سر تكلسنا الذهني وسر استعصاء حالتنا وامتناعها على العلاج هذا هو السبب الرئيسي أو الألة الرئيسية التي يجب أن نفككها ونفهم أبعادها لماذا نحن عصيون على تغير؟ لماذا نحن أصبحنا بهذه الدرجة من التحجر والرفض لكل ما هو مختلف عن ما نحن فيه؟ أنا برأيي أن المسألة هي ليست البحث عن معاوقات هناك أيضاً مطاب آخر قال يقول لك أن هناك عشرات تحدثوا عن وجود معاوقات لتغيير واقعنا الإجتماعي والثقافي والسياسي والفكري بشكل عام والعلمي أيضاً طبعاً المسألة ليست المعاوقات المسألة نحن المعاوق أن المعاوقات ممكن واحد يبحثها وكثير من الناس اخترحوا هذه المعاوقات وذكرت بعضها فالقضية ليست هنا القضية أننا نحن نحن تكلسنا وأصبحنا حالة مستعصية على العلاج أنت لا تستطيع أن تقول لماذا أنت مريض ممكن أن تعرف ما لكن المشكلة أنت لماذا أنت لا تستطيع أن تشفى هنا أنت بعد ذلك عندما تكتشف المرض عند ذلك تستطيع أن وضع العلاج أما أن تضع العلاج وتقول يجب أن نغير مناهج التفكير ويجب أن نعرف بأننا نسير على طريق الخطأ ويجب أن نتناول الغذاء الفكري الصحيح سواء الغذاء الفكري القادم من البجتمعات الأخرى والشعوب الأخرى والحضارات الأخرى أو استقبالها من أو العودة إلى يعني تلقي الطعام الديني الأصولي الذي شبأنا منه وبما يكفي والسؤال الآن لنحاول الإجابة عليه لماذا نحن عصيونا على التغيير والتغير أو حتى الاستعداد للتغير لأننا كما يبدو أيضاً ليس لدينا حتى هذا الاستعداد حتى الآن كلما بدأنا نحاول التغيير نجد ألف سنة أدنى القهكرة كما تقول العرب إلى نقطة الصفر وبدأت الأصوات تعالى للعودة إلى نقطة الشروع القديمة قبل الفي عام أو الف وخمسمائة عام لكي نتخلص من ما نحن فيه أو الورطة التي وضعنا أنفسنا فيها كما نعتقد وهي حتى فكرة الإسلام نفسه هو فكرة لها علاقة بالعودة للأصول الماضي يعني بطريقة وبأخرا هي نوع من النكوس أنت ما معنى أن تقول أنني أريد أن أعود إلى الماضي بحجة تضع الحجة طبعاً وتقول بأنني أريد أن أعود إلى الماضي لأن الماضي هو الأفضل هذا بمعنى معني طريقة فيها استسلام واضح أنك تقول أنني العودة إلى المكان الذي خرجنا منه زمنياً بأتبار أنه نحن قطع بشري يعني لا يعني أنه يموت شخص أنه انتهت انتهى المصير المصير الجماعة البشرية لا هي قطع مستمر منذ آلاف السنين لكن دائماً لدينا هذه الفكرة بأننا الحل الأفضل هو العودة إلى الجذور لأنه يعني العودة لحضن الأم هو نفسه الفكرة واحدة إلى حيث نشأنا وولدنا وتكوننا وترعرعنا ونعتبر أنه هاي اللحظة الوحيدة التي نستطيع أن نثق بها ونتوكل عليها أو نحتمي بها هذا الحل التعجيزي هو الذي جعلنا عاجزين عن التغيير لأنك عندما تقول أنني لا أنني لا أستطيع أن أكون ابناً للحاضر أو للمستقبل ولا أستطيع أن نؤسس شيء إلا بالعودة للماضي هذا المعنى معاني استسلام وخوف من المستقبل والماضي والخوف خوف من الذات نفسها باعتبار أنه هاي الثات هي ذات غير متعاشقة مع الواقع إنما ترفض الواقع وتقول أن هذا الواقع غير جدير بها وهي غير جديرة به لأنه واقع مرفوض مفروض عليها ومرفوض أيضاً في الواقع نفسه ولا يمكن الاعتماد عليه الاعتماد دائماً على الماضي وهذه الحل السهل هو سبب المشكلة الرئيسية لكن أريد أن نشوف أبعاد هذه الحلول السهلة كيف تشربت في نفسية الإنسان العربي المسلم أو الشرقي عموماً ليس المسألة عربية إسلامية فقط إن هاي المنطقة بيأكملها أو حتى تصل إلى حدود الصين أيضاً هذه المناطق بيأكملها هي عبارة عن مناطق غير قابلة لأن تتغير وهو النتيجة التي أسفرت عنها انقراض هذه الحضارات التي نشأت في هذه المناطق وأصبحت علة وعالة على أبنائها وعلى العالم أجمع الحضارة الغربية التي نشأت هي نشأت أيضاً كانت مصابة بنفس الجمود لكن التي أنقذها وجعلها تخرج من هذا الطوق وتشترح الطريق تفتح الطريق للمستقبل وترفض الماضي أو تنتقده لأنه بالنتيجة رجعت إلى الماضي الذي ظهر في لحظة اللحظة اليونانية قبل 2500 عام واستعانوا بهذا الماضي ولكن أيضاً انتقدوه وعادوا النظر فيه وأسئلته وأتمدوا على العقل وأعتبروا أنه العقل هو الأساس الذي يمكن أن تبنى به الأمور وبعد ذلك اختلط الأمر مع التجريب وأصبحت تجربة هي المأيار الأوحد بالاستعانة بالعقل وهنا دخلت المدرسة العقلانية الفرنسية والمدرسة التجربية الإنجليزية وأصبح يعني أصبح الموضوع انطلق بهذا النحو لكن كيف انطلق ولماذا انطلق ولماذا في أوروبا تحديداً فشلنا في هذا الأمر السبب أعتقد أنه يعني مسألة جغرافية تاريخية أرقية أيضاً وهذا يعني انسحاباتها يعني ليس مسألة أرقية هي ظهور مجتمعات في كل بلدان ظهور الشعوب والتجارب لها علاقة تطلب أن يكون الإنسان يمتلك قدرات فردية ويمتلك يعتمد على ذاته ويبتكر الحاضر الذي يعيش فيه والمستقبل الذي لا بد أن يؤسس له خطوة بخطوة وبما يسمح بتراكم المعارف وتأسيس المعارف والتطويرها وليس أن نشتر المعرفة القديمة ونعتبر أن المعرفة هي لحظة فارقة في الزمن وعلينا العودة إليها يعني كما تعود كما يعود الضال إلى بيت الطاعة أو بيته أو مأواه الأخير هذا يوحي بأننا مجتمعات قبورية أنها تختار المكان الشرنقة الذي ولدت فيها والتي بالحقيقة هي الشرنقة تولد بها الأجار وتموت لكن في النتيجة أنها هي الشرنقة باقية كما هي أي أنها حالة متكلسة وميتة ولكن دون ميتة في حياة أنها تنتج القطع نفسه بين فترة وأخرى مجرد إعادة إنتاج للقطع بدون أن يكون هناك تطور نوعي لهذا القطع نفسه هنا المسألة الخطيرة التي يغفل عن انتبالها كثير عموما الأمر الأساسي الذي يوحي بأن بصعوبة حالنا هو أننا لا نمتلك ذوات حرة وتشعر بفرادتها وانفصالها عن الجماعة وأن لها صوتا مختلفا إلى حد معقول عن الآخرين نحن دائما نطالب أن نكون جزءا من الجماعة وأن مصيرنا مرتبط بهم هذا الإحساس وليس مسألة تفكر وليس مسألة تحليل ولا تشخيص إنما هي مسألة يعني معايشة حقيقية لجماعات تعتبر بأن انتمائها لبعضها البعض هو انتماء مصيري وأن الإنسان ليس جدير بأن يخرج على طوء الجماعة أو أن يغرد خارج هذا السرب وإلا فهو مصيره سيكون مجهولا ولا يمكن أن يجد من يحتضنه ضمن هذا الإطار في العالم الغربي كانت هناك هذا شيء موجود لكن هناك فسحة فسحة للتغيير وللحركة والسبب أعتقد سبب جغرافي لأنه في ذلك البلدان يستطيع الإنسان أن يعيش بدون الحاجة إلى سلطان ولا دولة قاهرة يذهب إلى أي مكان ممكن يجد نفسه في قطعة من الأرض يزرع ويأكل والماء موجود ولا يحتاج أي شيء من الحكام الحكام بالضررين لأن يتركون فرصة للإنسان لأن يكتشف ذاته ويصنع ذاته بنفسه لكن هذا طبعا سلطات وقهر وأنظمة سلطوية قاسية جدا لكن يبقى هامش موجود للفرد لأن يعبر عن ذاته وهذا أيضا الذي أنتج بعد ذلك الشعوب قليلة الانتماء للعشائرية للروح العشائرية والقبلية كان دائما تحاول أن تعبر عن ذاته بطريقة لها علاقة بالمدينة يعني أكثر ما ينهي علاقة بالقبائلية والعشائرية وهو هذا الذي يسمح بعد ذلك ظهور طبقة البرجوازية 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 السكان المدين أو الذين من برخ المواطن أو البرجوازي هذا الذي أصبح بعد ذلك التشكل الطبقة الوسطة والطبقة الوسطة أصبحت لها سلطة وهذه السلطة يعني أصبح لها الصوت وحضور قوي لدى السلطات الحاكمة وبالتالي سمح بالنهضة وتنوير واسعين في المجتمعات الغربية ونطمح لأن نصل لها المرحلة لكننا المشكلة لا نستطيع أن نصل لها المرحلة التي حدثت قبل خمسة قرون في أوروبا نحن لم نصل لها المرحلة وهوية هذه المأساة الشرقية والتي سنتحدث عنها لاحقا شكرا جزيلا نشوفكم في لقاء قريب مع السلام